بسم الله الرحمن الرحيم عن كمان أصدقاء العضلات مثلا ده بات الزنجبيل ده بات القرفة وإيه الأدلة العلمية وراء كده هل في أدلة علمية هل في درسات بتؤكد الكلام ده ولا ده كلام عطرين يعني لا طبعا ده كلام ده كتبة وكلام ده كتبة تقال وكبار كمان يلا تابعني في الحلقة النهاردة وبسم الله الرحمن الرحيم وراء وقلب ما عشان الكلام اللي هنقوله كالعادة كلام مهم جدا يستاهل منك اللي انت تأيضه ورايا بص بقية سيدي دايما الالتهابات بتاعة العضلات بتاعة الضهر بتكون من الحاجات اللي بيكون مزعجة جدا للمرضى اللي عندهم انزلاق وضروفي حتى المرضى اللي ما عندهمش انزلاق بمعنى اللي انت ممكن يكون عندك قلم شديد جدا في ظهرك وهو اصلا ما فيش انزلاق بس كمان مؤثر على العصاب زي في عندنا عضلة اسمها العضلة الكوميسرية كده ماشي في العصب الوركي فما بيحصل التهاب شديد جدا في العضلة دي فهي كمان بتعمل التهاب في العصب وزي ما احنا قلنا القاعدة الطبية الازالية اذا التهب عضو العضو اللي جنبه يحصل برضو فيه التهاب زي ما رسوع السلام برضو قال اذا اصيب عضو تدعت له بقية الايه الاعضاء بالايه بالصهرة والحمى دايما كده فانت خلي بالك ان اي عضو في الدنيا بيحصل فيه التهاب لازم يعمل التهاب في العضو اللي جنبه فنفس القصة العضلة بتاعة الضهر لو التهبت ممكن تعمل التهاب في العصاب تبينك كأنك عندك انزلاج وضروفي ولا انت عندك انزلاج وضروفي ولا حاجة لان الدراسات بتقولك ان فيه خمسة مليون واحد سنويا على القل بيكون عندهم التهاب في العضلات هي اللي بتكون المى ظهرهم وهي اللي بتكون المى اعصابهم ولكن لا عنده انزلاج وضروفي ولا شيء المهم يعني موضوع التهاب العضلات ده موضوع مهم جدا طب انا عاوز اعرف انا ليه اصلا ممكن يحصل للتهاب في عضلات ظهري ليه يحصل لقلم اصلا بقى في ظهري وظهري مكسر وفي بعض اللي حين زي ما قلنا ممكن يقصب على رجل بقى لو العصب أو العضلة الكمسرية اللي أصيبت والعصب اللي ماشي فيها حصل فيه التهاب نتيجة اللي العضلة التهابت أول سبب وده سبب شائع جدا 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 شيل التقيل الفرامل تضرب فراملة جديدة حضرتك لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه زي ما قلنا عمنا نيوتن قال وانت سيئة العربية ريلاكس ايه ده بالراحة لان انت هتدوس فراملة مفاجأة انت اصلا الكلام ده هيرد في دهرك يبقى الشيل التقيل الفرامل وكذلك الأدوية المخفضة للكولسترول بتاع الدم ما انت بطروح لطبيب القلب أول دواء أو أهم دواء بيكتبوه طباء القلب طبعا بعد ما بيعملوا التحاليل وبيتطمنوا اللي فيه ارتفاع فيه الكولسترول الدار فبيكتبوا دايما دواء زي مثلا الأطور أو الليبتور أو الكريستور أو كلام ده اللي هي الأدوية اللي بيستخدموها فيه تخفيض الكولسترول بتاع الدم الضهر خلي بالك الدرسات بتؤكد قطعيا ان الأدوية دي بتضعف العضلات بتاعة الجسم كله بما فيها عضلات الضهر ده مش بس كده كمان درسات بتقول لك خلي بالك هقولك الحل أنا مش هقولك وقف الأدوية دي ده أنا هقولك هتحلها ازاي بكل بساطة الدرسات بتقول لا ده كمان الأدوية دي ممكن بس لاب الياب تاكل العضلات تنزل تضعف العضلة لدرجة اللي العضلة تتفتت وتروح تسد الكلا وتعمل كصور كلوي شديد جدا وتعمل مشاكل رهيبة جدا ممكن تعمل كصور كلوي حاد ولا قدر الله بعد كده ممكن تعمل كصور كلوي مزم طيب أنا حل الموضوع ده ازاي هل في دراسة بتقول ان في حل للأدوية دي بحس اللي انا اخد الأدوية بتاعتي المعتادة للدكتور كاتبها لي بتاع القلب عشان خاطر تخفيض كلستوريل الدم بدون ما الأدوية دي تعمل لدرجة فاكرين في الحلقة اللي فاتت ان ما احنا قلنا ان الميتفورمين او الجلوكوفاج او السودوفاج بيعمل ضرر اللي هو الضرر بتاعه نقص فيتامين بـ 12 نفس القصة الأدوية دي بتعمل ضرر اللي هي بتضحف العضلات طب ايه الحل؟ الحل في الدراسة اللي اتنشرت في أمريكا في ستمبر 2011 اللي بتقولك لازم تستخدم فيتامين دال بانتظام مع الأدوية دي عشان تتجنب العرض الجانيب ده اذا انا لو استخدمت فيتامين دال تبقى للدراسة الـ 12 في ستمبر 2011 في أمريكا بانتظام مع الأدوية المخفضة لكلستورول الدم ان شاء الله ضررها يكون بسيط جدا وما تعملش ضرر اصلا على العضلات وما تعمل ليش كمان مشاكل في الكليتين طيب يبقى دي اول حاجة او اول عدو للعضلات اللي هي الأدوية المخفضة لكلستورول الدم وقلنا زي اللي احنا نتجنبها هذا الكلام الحاجة التانية يبقى العضلات دي لحمة انت محتاج تاكل لحمة عشان تأول لحمة ايه اشوف سالي يعني انت محتاج تاكل لحمة لحمة هبر عشان خاطر انت ذات نفسك لحمك يتبني العضلات اللي موجودة بتاعت العجل اللي انت بتاكلها وبتقطع ليه اللحمة دي ما انت بتاكلها معدتك والحمض بتاع المعدة جزء طبعا من الهضمة بتاع الأحماض الأمينية او البروتين لتفكيك البروتين وتكوين الأحماض الأمينية وامتصاصها بيتم في المعدة معدتك لازم تكون قوية عشان خاطر ما انت تكوي اللحمة لحمك هو كمان يستفيد من اللحمة دي فعضلاتك تكون قوية لو حصل قطع في العضلات تلتقم بسهولة لو حصل شد عضلي شديد وعمل مشكلة ولا التهم في العضلة يلتقم بسهولة والعضلة ترجع زي الأول طب أنا يعني اللي ممكن يخليني باكل لحمة وفي نفس الوقت برضو ضعيف وعند ضعف في العضلات وهزيل كده وعند يهزال اه اللي تحمض المعدة طب فيه اللي على كده ايوة يا سيدي قل بقى الدراسة رقم اثنين والعدو رقم اثنين للعضلات العدو رقم اثنين للعضلات هي الأدوية المضادة للحمودة كل الأدوية اللي انت بتستخدمها كمضادة للحمودة زي القوة برزول للبنتة برزول العيلة دي كلها لو اتخدت كتير عن الحد فوق الشهرين لأن هي أصلا الحد بالأقصر بتاعها هو شهرين لو اتخدت فوق الشهرين بتعمل ضعف شديد في حمض المعدة فما بيحصل ضعف شديد في حمض المعدة اللي بيحصل ما بغضمش اللحمة اللي باكلها طب اما انا ما هضمش اللحمة اللي انا بكلها اللي هيحصل ضعف في العضلات لان مش هيحصل تغزية للعضلات بتاعتك باللحمة اللي انت بتاكلها طب انا اعمل ايه عشان خاطر اعالج الموضوع ده اللي انا او حمد المعدة الاول الدراسة دي تنشرت في نيوزلندا في 2006 ان الادوية المضادة للحمودة بتعمل ضعف في العضلات لانها بتمنع هضم اللحوم وبتمنع ان البرتنات تتهضم وتروح للمكان الطبيعي بتاعها اللي هو العضلات عشان تبني لك اللحمة بتاعك وتبني طبعا بقية الحاجات اللي جسمك محتاجها طيب انا ازاي او حمد المعدة شوف عشان تقوي حمد المعدة عندك تلات طرق اول طريقة يا سيدي هو خلي التفاح خلي التفاح ده يا جماعة بنتاخد كده معلقة صغيرة منه على كبيرة مية كبيرة اوي كبيرة مية كبيرة اوي ليه كبيرة اوي عشان اخفف حموطه وبعدين ممكن احط عليه معلقة صغيرة عسل وبعدين اما اجي اخده اشفطه اشفطه بايه اشفطه بشفاطة ليه عشان سناني الخل على الفكرة بيأكل السنان يعني هيكلها ويحولها هيفرعها هتلاقي السنة بعد استخدام الخل كتير راحت طيب يبقى انا اما اجي استخدم الخل معلقة صغيرة مية كتير معلقة صغيرة عسل معاة لكباية مية واشربهم بشفاطة واشربهم بشفاطة عشان سناني ده بانتظام بعد الاكل هتقويلك معدتك وهتخليك تقضب اللي انت وتخدم الاكل الدسم اللي انت بتاكله كالت جنبابي بقى ولا كالت حلت بط بقى ومعشي ولا كالت كوارع بقى ولا كالت حاجات الدسمة دي عاوز تخدم الدسم عليك وعلى خل التفاح مفيش حاجة في الدنيا وتخدم الدسم بالفزاع دي اكتر من خل التفاح وكمان بعض النباتات الطبية المفيدة في القصة دي زي الكمون وزي برضو الزنجبيل والقرفة زي ما نشرح في حدث النهاردة برضو يعني انت لو عاوز تخدم اشرب قرفة شرب زنجبيل اشرب خلي تفاح بس خلي التفاح عليه لمونة او عليه عسل في كباية مية كبيرة مجرد شربة شربة بشفاطة في نبات طب جميل جدا اسمه نبات الجنطانية بصوا المادة نقصة نبات الجنطانية ده انا عندنا بسميش جنتيانة مش عارف ليل مش عارفينوا معنا مش عارفينوا انطقواه بالاسم الصحيح واسمه جنطانية المهم ما علينا عندنا عشان لو جيت تتصل عندنا وتطلبه اسمه هتقوله جنطانية اقولك اه اقوله جنتيانة فريح دماغك عشان بس انا بقولك على الوصفة بلما تتصل نبات الجنطانية ده من النباتات الطبية اللي بتقوي حمض المعدة جدا فما بيقوي حمض المعدة يا جميع حمض المعدة من احد الحاجات اللي بتعرف بيها ازا كان عندك ضعف في حمض المعدة اللي انت عندك أنمية مزمنة لان الحموضة بتاعة المعدة ما بيكون شديدة بتقفل الصمام بتاعة المعدة لكن المعدة ما بيكون ضعيفة وبيطلع حمض بسيط الصمام ده بفتح والأبخير ده بتطلع ده حمض مولع نار ده بيدو بحديد يعني انت لو رميت بص في المعدة دي كوين كده الكوين ده يدوء فضيعة بتدوء كل حاجة فانت خلي بالك لان المعدة دي محتاجة لها تتقفل علي فيها زي ما بالزبط برضو فاكرين الوغدروف قلنا عوزين نقفل علي فيه لانه برضو ميت نار فانت عندك أماكن كده في جسمك فها سوائل مرعبة فحمض المعدة دي بتزيت ازاي النبات الجنطانيا ده اللي احنا قلنا واسمه برضو التاني جنتيان عندنا احنا بس ونبات الجنطانيا ده السمية جنطانيا نسبتها للملك اسمه جنتيس الملك ده كان ملك يا جماعة بيأكل لحمة كتيرة بيأخذ جنطانيا ده معاه لان اللحمة اللي كان بيأكلها كان بيخضمها لان المعدة عنده كان قوي رقم 3 الموز الموز بيضعف العضلات ليه عشان يعني لو حصل ضعفه في الأعصاب بس برضو الموز بيأول عضلات عشان هو بيضبط الإنسولين فانت تاخد الموز ده هو باعتدال يعني ما تزودش منه قوي 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 لدرجة اللي انت تقعد تاكل الصباطة يعني فبجليك تنمل وعضلاتك تضعف ولا ينكشو ما تاكلوش خالص فيبقى عندك ناصف البوتاسيام عاوزين اعتدال في النقطة دي لان هو الموز مفيد وكل حاجة بس الاعتدال مطلوب بداش موز كتير قوي عشان بوتاسيام كتير قوي خاصة لو انت عندك التنفل في الأعصاب بيضعف الأعصاب عشان وجود البوتاسيام فيه الجلوتين الجلوتين ده اللي هو ايه ده المادة اللي موجودة في الأمح ايه ده هو الأمح بيضعف العضلات اه والله الأمح بيعمل ضعف شديد جدا في العضلات نتيجة بعض الأشخاص طبعا مش كل الأشخاص اللي بيأكل الأمح بيحصلون كده بعض الأشخاص اللي عندهم حساسية في جسمهم من الأمح جسمهم بيحصل فيه ضعف شديد جدا نتيجة أكل الأمح فانت لو عندك حسية أمح أو شخصت بحساسية أمح أو لازم تروح تعمل التحليل بتاعت حسية أمح لو عندك نوع من أي نوع من أنواع الحساسية خلي باك لأن الأمح هنا هيضمر لك ضريفك وعضلاتك وهيضمر لك كمان عظمك يلا خلينا نشوف التقرير معانا وبعد التقرير هحكيكم الحكاية بتاعت الزنجبيل والقرفة وزينا قوي العضلات بالزنجبيل والقرفة والبرتقان يلا شوفوا التقرير وارجعوا لي